حضرتك من المعارضة محسوب على المعارضة فالمفهوض ان المعارضة دائما بتأمل ان هي توصل لمناصب كبيرة في الدولة نفترض ان حضرتك وصلت لمناصب كبير نفترض ان حضرتك ركزك تكون وزير من الوزراء المعنية الوزراء المعنية بالاقتصاد او ممكن تكون رئيس وزراء حتى ايه القرارات المهمة اللي هتخدها في الاول هتخدها خالص انا في رأيي ان احنا اعتبر نفسك دلوقتي مسؤول في الدولة أنا رئيس حزب وبالتالي أنا أعرق أني سأصبح رئيس وزراء غدا هذه مسألة طبيعية جدا بوضوح شديد نفترض أن قلتك ميت رئيس وزراء غدا إيه أول قرار هتكتب؟ أنا شايف أن أول أزمة هي أزمة السياسة مصر محتاجة إعادة نظر في إطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والسياسية بشكل واضح جدا تنظمها القوانين لازم مصر البلد الوحيدة في العالم حالي إلا رئيس الجمهورية فيها لا ينتمي لحزب سياسي ولا رئيس الوزراء ينتمي لحزب سياسي ولا الوزراء ينتمون لحزب سياسي ولا عندنا حزب حاكم ولا عندنا انتخابات محليات ده وضع كان مقبول في ظرف استثنائي كلنا كنا جزء من تحالف 30 يونيو وكنا عارفين حجم المخاطر اللي بتتعرض لها الدولة لكن إحنا النهاردة بعد عشر سنوات محتاجين ننتقل من مرحلة تثبيت أرقان الدولة لمرحلة بناء الدولة الجديدة ده مش هيتعمل إلا على بيز تشريعي جديد حياة سياسية محتاجين حياة سياسية تنظم العلاقة محتاجين قوانين انتخابات تكون أكثر تعبيرا عن الناس وأكثر تعبيرا عن خيارات محتاجين محليات بتمارس نوع من أنواع الرقابة على كل المحليات في مصر عشان الناس ترى نتيجة أي مشروعات واستثمارات بتحصل قدامها وعندها القدرة على الرقابة عليه محتاجين جزء تاني ومسألة الإصلاح الإداري لهيكل الدولة المصرية الجزء التالي هو مسألة اللا مركزية والتوسع في اللا مركزية بالشكل اللي يفضل بحامي مركزية الدولة لأنه فيه ناس أحيانا حتى من المعارضة واختباط قديمة قدامت تكامل على مركزية المطلقة لا ده صعب يتحقق في مصر لكن إحنا نقدر ندي وسائل حقيقية بقانون وأنا من الناس يعني ما بقولش كلام أنا قد قدمت لمجلس النواب بتلت قوانين قانون الأول قانون جديد للأحزاب السياسية بالكامل قانون التاني قانون للإدارة المحلية اللي هو الحكم المحلي قانون التانية لانتخابات المحليات قانون بالكامل قد قدمتها حتى هذه اللحظة لم تناقش وبالتالي بشكل يعني حضرتك لو بقيت في يوم الأيام رئيس وزراء أول حاجة أن تعملها نقطة الرابعة الأهم أنه أنا هتكلم عن السوق الحر مش عن الإتاحة للقطاع الخاص أنا مش عايز حد يتكلمني أصلا أنا عايز أتوسع القطاع الخاص سيب القطاع الخاص في حال تكلمني عن السوق السوق لما هيبقى حر هيبقى عند القطاع الخاص حر وضح للناس يعني إيه سوق حر ولكن هطلع فاصل لازم أطلع فاصل حالا هنعرف إيه هو السوق الحر من خضرتك ولكن بعد